السلام عليكم مزول فلوان مرحبا بكم في قناتكم الإخبارية للشبيبة للقبائل ودائما في نقل أخبار شبيبة لنهار اليوم البداية تكون من رئيس الشركة موبيليس بوخزاني حيث وجه رسالة قوية لجماهير النادي حيث جاءت جريدة الكورانيوز لنهار اليوم بخبر أن بوخزاني يتعهد بموسم ناجح ويطمع أنصار الكاماري وفي خبر آخر الإدارة طمأنت نزلة وتؤكد تمسك الشبيبة بأبنائها حيث كانت إشعاة حول إبعاد نزلة عن الفريق للموسم القادم وذلك بسبب تعرضه لإصابة خطرة أبعدته لمدة طويلة عن الميدين فالإدارة ترغب في مواصلة هذا الأخير مع الفريق وتؤكد أنها لن تتخلى على أبناء النادي وذلك بمحاولة احتفاظ ماسينيسا رغم تعرضه للإصابة كونه هو ابن شبيبة القبائل وترغب في مواصلة المشوار مع هذا اللعب وأكد ولد علي على أنه لن يتخلى عن هذا الأخير وأنه لن يقع في فخ بعض الأطراف من أجل ضرب استقرار النادي حول إشعات التي تطال النادي من تسريح اللعب نزلة ماسينيسا ويطمئنه أنه سيكون مع الفريق للموسم القادم وفيما يتعلق بالمدرب الجديد الإدارة لحد الآن لم تستقر على المدرب وفي حديث عن الكوكي أو البرتغالي كورينتان للحسم قبل بداية هذا الأسبوع ولهذا مدان يجب عليه الإسراء في تحديد هوية المدرب الجديد للتركيز على العمل والاستقدمات اللاعبين والتشاور مع المدرب الجديد لتحديد القائمة التي ستخوض غمار البطولة للموسم القادم حيث أن المأمورية لن تكون سهلة والإسراء من أجل عقد صفقة جديدة لضم أفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة قبل دخول أندية أخرى في السباق وأكدت الجريدة كورة تنيوز على أن أحد المدربان سيكون مطلع هذا الأسبوع في الجزائر من أجل إتمام صفقة الانضمام وفي أخبار أخرى اللاعب فريد بولايا يطمئن مسيرين النادي القبائلي ويتوعد أنه سيمضي لصالح شبيبة القبائل في تطور مفاجئ وسريع للأحداث في وقت كانت كل المؤشرات تدل على ابتعاد هذا الأخير عن الشبيبة ولكن في آخر الأخبار أن اللاعب قطع وعدا للشبيبة القبائل للإنضمام وتمثيل قميس الشبيبة للموسم القادم بإذن الله وفي أخبار اللاعب عدل بولبينة أكدت مساطر أن اللاعب محل اهتمامات نادي شباب الوزداد وأن المأمور أصبحت صعبة بالنسبة لشبيبة القبائل للإلتحاق بصفوف الفريق وذلك بدخول فريق آخر وهو شباب الوزداد فعلى مسيرين الشبيبة الإسراع في إتمام الصفقة في أقرب وقت للظفر بخدماته كون أنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة وسيستفيد بنسبة لشبيبة القبائل الموسم القادم وهذا ما سنراه في الأيام القريبة بحول الله إن شاء الله الشبيبة ترجع إلى سابق عهدها وذلك بتحقيق نتائج وذلك ابتداء من الموسم القادم والظفر بلقب البطولة الذي طال الانتظار لتحقيقه حيث أن في هذا الموسم الشبيبة كانت خارج الإطار ولم يكن في مستوى تطلعات أنصار الكامري الذي كان يعلق أمالا كبيرة هذا الموسم ولكن الأزمة التي عصفت بالنادي أثرت بنسبة كبيرة على مردود اللاعبين ومحدوديتهم الفنية التي جعلت الفريق يتخبط في آخر المطعف حيث أنه تم في الأخير إقالة كل من عشر شلول ولمدرب عزدين أيك جودي ليسو النتائج وبذلك بشرة الإدارة الجديدة برئاسة كل من الحاج ولد عليك رئيس للشركة ساسبيا موبيليس وتعيين عبدالحكيم مدان مديرا رياضيا عاما وتنصيب كريم دودان كمالجار عام للفريق من ذلك من أجل النهوض بالنادي من جديد وإرجاع هيبة الشاببة كما كانت سابقا والعودة إلى سكة التدويجات الإفريقية وفي الأخير نأمل أن نشاهد الشاببة القبائل للموسم القادم وخاصة بالملعب الجديد حسين أيتحمد الذي سيشهد بإذن الله الموسم تدويجات جديدة لفريق وزعيم إفريقيا وهذه أبرز صور للعبين والمدربين والرئيس بوخزاني وأيضا مدان وحكيم دودان الذين بإذن الله سيكون لهم شأن كبير في إعادة شبيبة القبائل إلى التدويجات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الأخير لا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا